لسه في مسلسل رحيل طبعا ليون ميسي عن برشلونة يمكن لابورتا الرئيس نادي برشلونة كان عنده كذا تصريح الاسبوع اللي فات تصريحات يعني كانت تصريحات قوية جدا ويمكن السوشيال ميديا والعالم كله تكلم عليها أولا كان تصريحه في السبورت بتاع رونالد كومان وأنه باقي في برشلونة أطار الكثير من الجدل لكن كمان على مستوى ميسي تلع لابورتا ويكلم خلال الاسبوع اللي فات وقال أنه كان يتمنى أن ميسي يبقى في برشلونة مجانا وأنه عرض هذا الأمر على ليون ميسي أنه يبقى ميسي في برشلونة مجانا التصريح دوت لابورتا يمكن أطار غضب ميسي بشكل كبير جدا جدا ويمكن ميسي يصرح لبعض المقربين ليه أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأن لابورتا رئيس طبعا رئيس برشلونة كادب في هذا التصريح وأن لابورتا لما تفوض مع ميسي لم يعرض عليه نهائيا هذا الأمر ويمكن لابورتا فيه تخبط كبير جدا جدا حضراتكم عارفين المشاكل اللي بتمر بها برشلونة ولكن كمان زاد التين بلى زي ما بيقول وتلع بتصريح أطار جدل كبير جدا وخاصة على مستوى ليون ميسي اشتركوا في القناة